لحظات مهمة للصائمين الموز غني بالبوتاسيوم وهو من الأطعمة الصديقة للقلب موزة واحدة على السحور تقيك من العطس طوالة فترة الصيام قلل من الصوديوم أي الملح قدر المستطاع على السحور تناول الفواكه أفضل بكثير من عصائرها لأنها غنية بالألياف بدء الإفطار بتناول كمية من الماء واللبن وذلك قبل تناول الأطعمة وذلك لتجنب نقص السوائل وإمداد الجسم بالسوائل الضرورية بالإضافة إلى التمر والفواكه المجففة والمكسرات فهم من النظام الغزاء الصحي خلال شهر رمضان تزود الجسم بالعناصر الغزاء الصحية وأيضا بالطاقة يليها بطبق من الشوربة مهم جدا لأنه يلين المعدة ويدفئها بعد نهار طويل من الصم يعوض السوائل التي خسرها الجسم ويحضر جهاز الهضم للسيعاب كامل لوجبة تجنبوا تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح والبهارات والتوابل وتناولوا المزيد من الخضار والفاكهة الطازجة والمنعشة تجنب تناول كافين في فترة السحور فالقهوة مدر للبول مما يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح المعدنية الضرورية أثناء الصوم نهارا تجنب الأطعمة المقلية والملئة بالدهون التي تسبب عسر الهضم والحرقة في المعدة كما أن كمية السعرات الحرارية فيها كبيرة وتسبب زيادة الوزن لا تكثر من تناول المقبلات والمعجنات والحلويات لأنها غنية بالدهون والأملاح والسكريات فهذه الأطباق تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير نوع من اللحوم بين اللحم الأحمر والسمك والدجاج بالإضافة إلى الخضروات المطبوخة أفضل تسع مصادر للبوتاسيوم وقت السحور الموز الحليب التمر الأوفوغادو المشمش المجفف الفستق القرع الفاصولية الكاكاو الداكن أسوأ اختيارات السحور البرياني الكباب البيتزا معظم الوجبات السريعة والأجبان أفضل اختيارات السحور بطاطة أرز أبيض والتمر الخبز الأسمر الموز واللبن لا تنسى شهر رمضان شهر القرآن وليس شهر المسلسلات والأفلام الأمة الإسلامية ضربوها بنش خدروها نسوها أن هذا شهر العبادة والطاع اسمع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخلوا منه أحد للصائم فرحتان فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه وعنده دعوة لا ترد فادعوا لإخوانكم المسلمين في كل مكان كان معكم أخوكم الدكتور ناصر حمصي من عيادة بيتي الأسنان بيتكم الثاني وبمناسبة شهر رمضان الكريم رح تكون الاستشارات مجانية لكل 24 ساعة ويمكنكم زيارتنا بالعيادة بأي وقت وتقبلوا تحياتي وكل عام وأنتم بألف خير